بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السابع عشر من دروس تفسير سورة التوبة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السادسة والخمسين وما بعدها إلى الآية الستين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا خائبين عن جميع منافع الآخرة والدنيا عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة فقال ويحلفون بالله أي يحلف المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم إنهم لمنكم أي على دينكم ثم قال تعالى وما هم منكم أي ليسوا على دينكم ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون القتل فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق وهو كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والفرق معناه الخوف ومنه يقال رجل فروق وهو الشديد الخوف ومنها أي ومن الأمور التي تدل على جبنهم وشدة خوفهم أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكم لفروا إليه ولفارقوكم فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم الدار والمسكن عن القلب فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب فقوله لو يجدون ملجأ الملجأ المكان الذي يتحصن فيه ومثله اللجأ مقصورا مهموزا وأصله من لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الجيم ومثله التجأ وألجأته إلى كذا أي جعلته مضطرا إليه وقوله أو مغارات هي جمع مغارة وهي الموضع الذي يغور الإنسان فيه المغارات جمع مغارة وهي الموضع الذي يغور الإنسان فيه أي يستتر قال أبو عبيد كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك ومنه غار الماء في الأرض وغارة العين قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقوله مدخلا قال الزجاج أصله مدتخل مدتخل دال ساكنة وتاء متحركة والتاء بعد الدال تبدل دالة لأن التاء مهموسة والدالة مجهورة وهما من مخرج واحد وهو مفتعل يعني على وزن مفتعل من الدخول كالمتلج من الولوج ومعناه المسلك الذي يستتر بالدخول فيه قال الكلبي وابن زيد نفقا كنفق اليربوع والمعنى أنهم لو وجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة مع أنها شر الأمكنة لولوا إليه أي رجعوا إليه يقال ولى بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله وهم يجمحون أن يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم شيء ومن هذا يقال جمح الفرس وهو فرس جموح وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام الفرس الجموح الفرس الجموح هو الفرس الذي إذا حمل لم يرده اللجام والمراد من الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين صاروا بهذه الحالة واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي الملجأ والمغارات والمدخل والأقرب أن يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه فالملجأ يحتمل الحصون والمغارات هي الكهوف في الجبال والمدخل السرب تحت الأرض كالآبار قال صاحب الكشاف قرأ من أدخل وهو مكان يدخلون فيه أنفسهم وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه مندخلا بالنون بعد الميم من اندخل من الفعل اندخل قرأ أبي رضي الله عنه مندخلا بالنون بعد الميم من اندخل وقرأ لوألو إليه لوألو بهمزة مفتوحة بعد الواو من وأل بمعنى التجأ والمعنى للتجأ وقرأ أنس رضي الله عنه يجمزون فسئل عنه فقال يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد قال ابن عطية يجمزون يهرولون في مشيهم ثم قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يقول الإمام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذ جاءه المقداد بن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوس بن زهير أصل الخوارج فقال اعدل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فنزلت هذه الآية قال الكلبي قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواض لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمساكين فلم تضعها في رعاة الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبا لك أما كان موسى راعيا أما كان داود راعيا فلما ذهب قال صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون وروا أبو بكر الأصم رضي الله عنه في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه ما علمك بفلان فقال ما لي به علم إلا أنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء فقال صلى الله عليه وسلم إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره فقال لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه فقال صلى الله عليه وسلم إنه مؤمن أكله إلى إيمانه وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده المسألة الثانية قوله يلمزك قال الليث اللمز كالغمز في الوجه يقال رجل لمزة أن يعيبك في وجهك ورجل همزة أن يعيبك بالغيب وقال الزجاج يقال لمزت الرجل ألمزه بالكسر وألمزه بضم الميم إذا عيبته وكذلك همزته أهمزه همزة إذا عيبته والهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعيبهم قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعيبهم وهذا يدل على أن الزجاج لم يفرق بين الهمز واللمز قال الأزهري وأصل الهمز واللمز الدفع يقال همزته ولمزته إذا دفعته وفرق أبو بكر الأصم بينهما فقال اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب جليسه والهمز أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه إذا عرفت هذا فنقول قال ابن عباس رضي الله عنهما يلمزك يغتابك وقال قتاد يطعن عليك وقال الكلبي يعيبك في أمر ما ولا تفاغت بين هذه الروايات إلا في الألفاظ قال أبو علي الفارسي هاهنا محذوف والتقدير يعيبك في تفريق الصدقات قال مولانا العلامة الداعي إلى الله لفظ القرآن وهو قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات لا يدل على أن ذلك اللمز كان لهذا السبب إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت على أن سبب اللمز هو ذلك ولولا هذه الروايات لكان يحتمل وجوها أخرى سواها فأحدها أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقا غير جائز لأن انتزاع كسب الإنسان من يده غير جائز أقصى ما في الباب أن يقال يأخذها ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الأغنياء فوجب أن يكون هو المتكفل بمصالح عبيده الفقراء فأما أن يأمرنا بذلك فهو غير معقول فهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن بعض اليهود وهو أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قلت وحكاه عز وجل عن المشركين في سورة ياسين حيث قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وثانيها أن يقولوا هب أنك تأخذ الزكوات إلا أن الذي تأخذه كثير فوجب أن تقنع بأقل من ذلك وثالثها أن يقولوا هب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه وهذا هو الذي دلت الأخبار على أن القوم أرادوه قال أهل المعاني هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين ودناءة طباعهم وذلك لأنهم لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى الجور في القسمة مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الدنيا قال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم ما آتاه الله تعالى من قليل المال وكثيره وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله تعالى عليه وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا سخطوا وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم فسخط المنافقون وقوله إذا هم يسخطون كلمة إذا للمفاجأة هذه إذا الفجائية أي وإن لم يعطوا منها فاجأوا بالسخط ثم قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله والمعنى ولو أنهم رضوا بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل وقالوا كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى فيعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطانا اليوم إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون واعلم أن جواب لو محذوف والتقدير لكان خيرا لهم وأعود عليهم وذلك لأنه غلب عليهم النفاق ولم يحضر الإيمان في قلوبهم فيتوكلوا على الله حق توكله وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل لو جئتنا ثم لا تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيما المسألة الثالثة الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق وأما من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله تعالى فيه وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا هو الطريق الحق والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله تعالى ألا ترى أنه قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فذكر فيه مراتب أربعا المرتبة الأولى الرضا بما آتاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبث والخطأ وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور وكل ما كان حكما له عز وجل وقضاءا كان حقا وصوابا ولا اعتراض عليه والمرتبة الثانية أن تظهر آثار ذلك الرضا على ألسنتهم وهو قوله وقالوا حسبنا الله يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله تعالى وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة في العبودية فحسبنا الله المرتبة الثالثة وهي أن الإنسان إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة العالية التي عندها يقول حسبنا الله نزل منها إلى مرتبة أخرى وهي أن يقول سيؤتين الله من فضله ورسوله إما في الدنيا إن اقتضاه التقدير وإما في الآخرة وهي أولى وأفضل والمرتبة الرابعة أن يقول إنا إلى الله راغبون فنحن لا نطلب من الإيمان والطاعة أخذ الأموال والفوز بالمناصب في الدنيا وإنما المراد إما اكتساب سعادات الآخرة وإما الاستغراق في العبودية على ما دل عليه لفظ الآية فإنه قال إنا إلى الله راغبون ولم يقل إنا إلى ثواب الله راغبون ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال ما الذي يحملكم عليه قالوا الخوف من عقاب الله تعالى فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون الله عز وجل فقال ما الذي يحملكم عليه فقالوا الرغبة في الثواب فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين مشتغلين بالذكر فسألهم فقالوا لا نذكره للخوف من العقاب ولا للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته عز وجل وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته فقال عيسى عليه السلام أنتم المحقون المحققون فقال عيسى عليه السلام لهؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل لتشرف قلوبهم بمعرفته وتشرف ألسنتهم بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته وليظهروا ذلة العبودية وعزة الربوبية قال لهم أنتم المحقون المحققون ثم قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يقول الإمام اعلم أن المنافقين لما لمزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين لهم أن مصرف الصدقات هؤلاء ولا تعلق لي بها ولا آخذ لنفسه نصيبا منها فلم يبق لهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أخذ الصدقات وها هنا مقامات المقام الأول بيان الحكمة في أخذ القليل من أموال الأغنياء وصرفها إلى المحتاجين من الناس والمقام الثاني بيان حال هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية أما المقام الأول فنقول الحكمة في إيجاب الزكاة أمور بعضها مصالح عائدة إلى معط الزكاة وبعضها عائدة إلى آخذ الزكاة أما القسم الأول فهو أمور الأول أن المال محبوب بالطبع والسبب فيه أن القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها ولعينها لا لغيرها لأنه لا يمكن أن يقال إن كل شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان فوجب الانتهاء في الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته والكمال محبوب لذاته والنقصان مكروه لذاته فلما كانت القدرة صفة كمال وصفة الكمال محبوبة لذاتها كانت القدرة محبوبة لذاتها والمال سبب لحصول تلك القدرة ولكمالها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق البشر هو المال والذي يتوقف عليه المحبوب فهو محبوب فكان المال محبوبة فهذا هو السبب في كونه محبوبة إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله عز وجل وعن التأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده ليصير ذلك الإخراج كسرا من شدة الميل إلى المال ومنعا من انصراف النفس بالكلية إليها وتنبيها لها على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضات الله تعالى إذن هذا الإنفاق فيه تنبيه على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال بل تحصل بإنفاق المال في طلب مرضات الله تعالى على ما قال الشاعر لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله للأتقى مزيد فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه الحكمة وهو المراد من قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا والوجه الثاني وهو أن كفرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة فتزايد المال يوجب تزايد القدرة الوجه الثاني وهو أن كفرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة فتزايد المال يوجب تزايد القدرة وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سببا لحصول هذه اللذات المتزايدة وبهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد القدرة وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الإنسان على أن يزيد في طلب المال ولما صارت المسألة مسألة الدور لم يظهر لها مقطع ولا آخر فأثبت الشرع لها مقطعا وآخرا وهو أنه أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضات الله تعالى ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلماني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله تعالى وطلب رضوانه والوجه الثالث أن كفرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب وسببه ما ذكرنا من أن كفرة المال سبب لحصول القدرة والقدرة محبوبة لذاتها والعاشق إذا وصل لمعشوقه استغرق فيه فالإنسان يصير غرقا في طلب المال فإن عرض له مانع يمنعه عن طلبه استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع وهذا هو المراد بالطغيان وإليه الإشارة بقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن والوجه الرابع أن النفس الناطقة لها قوة قوة نظرية وقوة عملية فالقوة النظرية كمالها في التعظيم لأمر الله والقوة العملية كمالها في الشفقة على خلق الله فأوجب الله عز وجل الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه محسنا إلى الخلق ساعيا في إيصال الخيرات إليهم دافعا للآفات عنهم ولهذا السر قال صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله تعالى والوجه الخامس أن الخلق إذا علموا في الإنسان كونه ساعيا في إيصال الخيرات إليهم الخلق إذا علموا في الإنسان كونه ساعيا في إيصال الخيرات إليهم وفي دفع الآفات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم إليه لا محالة على ما قال صلى الله عليه وسلم جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فالفقراء إذا علموا أن الرجل الغني يصرف إليهم طائفة من ماله وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه إليهم من ذلك المال أكثر أمدوه بالدعاء والهمة وللقلوب آثار وللأرواح حرارة فصارت تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الإنسان في الخير والخصم وإليه الإشارة بقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة والوجه السادس أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء فإن الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج إليه إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره وأما الاستغناء عن الشيء فهو الغنى التام ولذلك فإن الاستغناء عن الشيء صفة الحق سبحانه والاستغناء بالشيء صفة الخلق فالله سبحانه وتعالى لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشيء فإذا أمره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء والوجه السابع أن المال سمي مالا لكثرة ميل كل أحد إليه فهو غاد ورائح وهو سريع الزوال مشرف على التفرق فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الهلاك والتفرق فإذا أنفقه الإنسان في وجوه البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله فإنه يوجب المدح الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة وسمعت واحدا يقول الإنسان لا يقدر أن يذهب بذهبه إلى القبر سمعت واحدا يقول الإنسان لا يقدر أن يذهب بذهبه إلى القبر فقلت بل يمكنه ذلك فإنه إذا أنفقه في طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى القبر وإلى القيامة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت والوجه الثامن وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء عليهم السلام وإمساكه تشبه بالبخلاء المذمومين فكان البذل أو لا والوجه التاسع أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى والسعي في تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله عز وجل وذلك منتهى كمالات الإنسانية والوجه العاشر أن الإنسان ليس له إلا ثلاثة أشياء الروح والبدن والمال فإذا أمر بالإيمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف وإذا أمر بالصلاة فقد صار اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة وصار البدن مستغرقا في تلك الأعمال فيبقى المال فلو لم يصر المال مصروفا إلى أوجه البر والخير للزم أن يكون شح الإنسان بماله فوق شحه بروحه وبدنه وذلك جهل لأن مراتب السعادات ثلاثة أولاها السعادات الروحانية وثانيها السعادات البدنية وهي المرتبة الوسطى وثالثها السعادات الخارجية وهي المال والجاه فهذه المراتب تجري مجرى خادم السعادات النفسانية فإذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية ثم حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي وذلك جهل فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضات الله تعالى والوجه الحادي عشر أن العلماء قالوا شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضات المنعم والزكاة شكر النعمة فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب والوجه الثاني عشر والأخير أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألفة والمودة بين المسلمين ويوجب زوال الحقد والحسد عنهم وكل ذلك من المهمات فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطي الزكاة ونقف عند المصالح العائدة على آخذ الزكاة نقرأها وبقية المسائل التي أوردها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين